أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الحرصة على اتخاذ كافة الإجراءات لتيسير الإجراءات الداعمة للقطاع الصناعي وإتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات لجذب الاستثمارات خلال الاجتماع الحكومي أشار مدبولي إلى أن الحكومة تعقف حاليا على وضع سيناريوهات للتعامل مع استمرار أمد تدعيات الأزمة الروسية الأوكرانية كما جدد مدبولي أيضا على أن الموازنة العامة تضع برامج الحماية الاجتماعية على أجندة أولويتها وفيما يتعلق بالتوسع في تطبيق منظومة الزراعة التعاقدية لفت مدبولي إلى أنه من المقرر خلال الأسبوع المقبل الإعلان عن سعر ضمان لعدد من المحاصيل الاستراتيجية تشجيعا للمزارعين ترجمة نانسي قنقر